الدورة التدريبية اللي كانت على مستوى اليويفة تقريباً اللي كان مشارك فيها أرتيتة ومدرب الأرسنل التمثيل الإفريقي كان جاي من مدربين فقط كان بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني وكان وليد الرجراجي أعتقد دي تقدر كده تلخص بها كل حاجة طبعاً طبعاً يعني وليد الرجراجي واضح أنه هو متعلم كويس ومتأسس في التدريب في النواحي الفنية وكمان خارج الملعب النهاردة عجبني جداً جداً تصريحاته بعد المونديال آه كان متأسر ومشاعر وغلبيته شوية في المؤتمر صحفي يا كاد يكون إنه هو بك يعني لكن هو أتكلم على المستقبل هو خلاص مشاركتي في المونديال هو واضح إنه هو أكبر إنجاز في تاريخ المنتخب المغربي لكن رغم كده هو حط أهداف للمستقبل دي كانت عاجة مهمة جداً هو أتكلم إن إحنا مش هينفع نبقى ملوك العالم من غير ما نبقى ملوك قرتنا كل المغرب بالطالب ببطولة الأمم الأفريقية في ساحة العاجة البطولة اللي جاية وأعتقد إن المنتخب المغربي هيبقى واحد من أقوى المنتخبات المرشحة في البطولة اللي جاية لإن إحنا بنتكلم على واحد من أصغر الأجيال اللي موجودة في كاس العالم النهاردة كان بلال خنوس أصغر لاعب بيشارك في تاريخ المنتخب المغربي في البطولة وبيضرب رقم حكيمي في نسخة 2018 هو لسه ماكملش 19 سنة شفنا إلياس شاعر شفنا عبد الحميد صبيري شفنا كمان لعيبة كتير جداً قد من 24 سنة هتكون نواة لجيل في المستقبل وأعتقد إن وليد الرجرافي مكمل مع المنتخب المغربي رغم الأروض الكبيرة اللي هتجيله من الدوريات الخالجية وحتى فيه كلام من الدوريات الأوروبية لكن هو حتى أهداف إن هو عايز يكمل في البطولة طولة الأمم القادمة وبعد كده كاس العالم في 2026 فواضح إن المغرب ليها مشروع وليها خطة هنشوف بقى سمارها في البطولات اللي جاية وواضح جداً إن هم كسبوا خبرات من المشاركة في البطولة الحالية طيب أنا عايز أقول لحضراتكو علشان بس تبقوا عارفين هو الموضوع مش الراجل دك بينجم أو عنده قرى سحرية بس هو وليد الرجراجي قبل ما منتخب المغرب يخش كده ويعطب كده باب المونديال في قطر هو وعد الاتحاد المغربي إن هو يوصل بالمغرب لدور روبع النهائي إن لم يكن نص النهائي أنا مش عايز برضو يعني هو حاجة زي كده فكون إن هو يقول ده هو أكيد ما عندهش كرة سحرية فهو قال ده بنان عن إيه فهو الموضوع مش فكرة أنا بلعب بالمشاعر أو أنا داخل المونديال ده بالعاطفة وبالحماس وبالروح فقط هو الموضوع الموضوع ده اختفى تماماً يعني دي مش كرة القدم خلاص معدتش في نقطة تانية هو قال التصريحات دي في العالم في مؤتمر صحفي فلو ما كانش حقه كان إيه اللي هيحصل كان حيتحول ما ده للسخرية كانتحول للتحقيق فهو ده ملفت للنظر إنه معدتش كرة القدم بتدار بالعواطف الموضوع ده عفع عليه الزمن من أجيال أجيال قادمة يعني سابقة كرواتيا وصلت للي هي فيه ده إن هي تحصد البرونزية تاني مرة رغم إن هي معندهاش النمار ومعندهاش الكرة اللي هي الواو الجمالية وبلد صغيرة وبلد صغيرة إنما هو بيلعب على إمكانيات وأصبحت الكرة هي تيكتيك وليس كرة جمالية يعني أعتقد ده الملخص اللي نقدر نخرج به برضو من مونديال قطر 22 فكرة الكرة الجمالية معدتش هي اللي بتأكل عيش أي مور أو يعني كما سبق أصبحت الكرة تيكتيك وتدريب طب وليه كله ما يكمنش بعضه أنا أقصد أقول لك لو إنت ما عندكش الجماليات بتاعت كرة القدم فإنت مش معنى كده إن أنت طموحك هيقف لأ ده أنت تقدر تروح وتأخذ البرونزية زي كرواتيا مهون بقول لك يا كلها حاجات تكمل بعض اللي مخال للأرجنتين دلوقتي موجودة في النهائي إن عندها ليونيل ميسي وعندها برضو مدرب كويس ولعيبة جيدة لكن ليونيل ميسي مهون موجود مع منتخب الأرجنتين من زمان ليه ما كانش كل كاس عالم بيدخل مرشح لتاتويج بكاس العالم وليه كل بطولة دخلها منتخب الأرجنتين مكسبهاش لإن أحيانا كان بيبقى العطل في المدرب أحيانا كان بيبقى العطل في الخطط وفي التنظيم الدفاعي وفي أمور تانية مختلفة تماما عن مهارات وقدرات ميسي علشان كده إنت محتاج تركز قوي 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 وإنت بتختار المدير الفني سواء وطني أو أجنبي هو الموضوع محتاج يعني دراسة ومحتاج مجهود ومحتاج وقت علشان يقع الاختيار ده بتكون إنت تخطيت مراحل كتير من الحسابات وفكرة إنه الأرجنتين توصل لإنهائي كاس عالم مرتين في آخر ثلاث نصخ وهو ده برضو يعتبر إنجاز يحسب للأرجنتين وعلى الجانب التاني لو أنت برضو هناخد من كلامك يا محمد إن إحنا نفتكر منتخب البرزيل هو واحد من أفضل المنتخبات اللي موجودة من حيث القيمة ومن حيث الاسكوايد لكن غلطة واحدة فنية وغلطة تكتيكية من الجهاز الفني ضد المنتخب الكرواتي ضيعت منه مباراة وإحنا عارفين إن أدوار الإقصائية في كاس العالم دايما الحسابات فيها دقيقة جدا فتفصيلة واحدة ممكن تخرج المنتخب بره البطولة ضد منتخب ما كانش مرشح للفوز فدايما ده بيكمل ده زي ما الأمير إن انت لازم يبقى عندك برضو القدرات الفردية والعامل الفني بالنسبة للعيبة إنهم إقدروا يحسنوا مباراة وفي نفس الوقت يكون عندك المدرب والجهاز الفني اللي قادر يقرأ الخصم ويقرأ المنافس بشكل جيد فهي منظومة كلها بتكمل بعضها كانت موجودة في المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي